السلام عليكم ورحمة الله بساكم الله بالخير يا كرام وبارك الله لكم في يوم الجمعة أحببت أن أشارككم هذه الخاطرة السريعة المعروف عن الفاسدين في بلاد المسلمين أنهم ينهبون خيرات البلاد هم وذراريهم والمسألة تتضخم بصير في حالة من التفقيس للفاسدين بحيث لا يدعون لعامة الشعب شيئا في بلاد المسلمين طيب ماذا يفعلون مع الناس يصبرون الناس بقال الله وقال رسوله يعني بصير يخاطب الناس بأنهم معلش اصبروا على الفقر ولكم الجنة تكافلوا اجتماعيا حتى يكفي بعضكم بعضا حاجته أما هم فيأخذون الأموال لنفسهم وبعشموا الناس بالآخر وبالدين انظر على النقيض من ذلك تماما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تذكر هذه الحالة خليها في ذهنك وتعال نرى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحاء الطحون يعني يعني كانت تطحن حتى يؤثر ذلك في يدها اخشوشنت يدها تصور هذه من؟ بنت خير رجال العالمين بنت خير البشر عليه الصلاة والسلام وهي من خير نساء العالمين وفي رواية خارج صحيحين رواية حسنة أن علي رضي الله عنه أيضا شكى ألما في صدره من استخراج الماء وحمله للناس فأتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة حكت لعائشة رضي الله عنها ماذا تريد فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت أمنا عائشة رسول الله بما تريد فاطمة قال علي راوي الحديث فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا يعني هو وفاطمة رضي الله عنهما اتخطوا بدهم يناموا فذهبا يقومان إلى رسول الله فقال مكانكما يعني لا تغلبوا حالكم وخليكم محالكم ما تقوموش على شاني قال علي فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري يعني جلسة حنونة عائلية النبي عليه الصلاة والسلام اقترب منهما حتى مس بقدميه الشريفتين صدر علي رضي الله عنه جلسة قريبة ودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خادم سئل علي رضي الله عنه قاله رضي الله يعني علي نفسه قال فما تركتها بعدما علمنا إياها رسول الله قيل له ولا يوم صفين يعني أنت كنت فيه مشغول جدا قال ولا يوم صفين محل الشادة إخوانا لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي ابنته وهي من أحب الناس إليه ترى الواحد ممكن مرات يعني يضن على نفسه يتقشف يزهد في الدنيا لنفسه لكن لما تيجي عند الأولاد الأبناء مجبنة مبخلة محزنة بتلاقي ممكن حتى يعمل حرام لبعض من الناس علشان أولاده وممكن هو يقص على حال لكن ما بيقص على أولاده في المقابل حبيبنا وقدوتنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لابنته الحبيبة ولابن عمه الحبيب زوج ابنته تعالوا أعلمكم ما هو خير لكما من خادم يعني هذا الدعاء تستعينان به وتجدان به إن شاء الله عوناً وقوةً على تكاليف الحياة بينما المال الذي يأتيه يعطيه لفقراء أهل الصفة من المهاجرين وللمؤلفة قلوبهم أحياناً من كانوا قد حاربوه من قبل يعطيهم المال حتى يتألفهم ويدخل الجنة معه عليه الصلاة والسلام انظر إلى الفرق الكبير بين رسول الله وبين قيادات العالم يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع أهدك ذمة ووفاء فضلا عليك لذي الجلال ومنة والله يعطي من يرى ويشاء نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الجنة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من غير حساب ولا عذاب وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله